اعلان واشنطن لمقتل البغدادي لم يكن الاول من نواه من حيث استهداف الولايات المتحدة لشخصيات تصنفها على قائمة الارهاب في محافظة ادلب في ثلاثين من شهر حزيران الماضي استهدف التحالف الدولي اجتماعا لقياديين في تنظيم حراس الدين المصنف ارهابيا لدى واشنطن التحالف في بيان الله قال حينها انه استهدف منشأة في منطقة ريف المهندسين الاول جنوب غرب حلب ما اسفر عن مقتل قاضي الحدود في حراس الدين ابو عمر التونسي بالاضافة للقيادي ابو ذر المصري والقيادي ابو يحيى الجزائري وفقا لمصدر مطلع لصحيفة عينب بلدي في الواحد والعشرين من اذار عام الفين وسبعة عشر قتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ابو خير المصري وذلك بغارة جوية استهدفت سيارته قرب معسكر المصطومة في ريف ادلب وفق ما اعلن عنه التحالف الدولي وفي ذات اليوم اعلن التحالف الدولي ايضا مقتل القيادي في هيئة تحرير الشام ابو اسلام المصري بعد استهداف سيارته بصاروخ من طائرة درون قرب مشفى الرحمة في مدينة داركوش في ريف ادلب ابو مصعب الجزراوي قيادي في جبهة فتح الشام اعلن التحالف الدولي مقتله في اذار الفين وسبعة عشر ايضا وذلك بضربة جوية من طائرة دون طيار استهدفت سيارته قرب معسكر المصطومة بريف ادلب وفي ذات العام في العشرين من كانون الثاني استهدف طيران التحالف الدولي الفوج 111 بريف حلب الغربي واعلن حينها المتحدث باسم البنتاجون جيف ديفيز مقتل عما يزيد على مئة مقاتل من هيئة تحرير الشام التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة ارهابية اشتركوا في القناة